اهلا بكم سنة 6 ابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنشرح مع بعض ان شاء الله الدرس الخامس التجارة في وطننا العربي الفصل الدرس الاول تابعوني على قناة العلم والمعرفة التجارة لازم اعرف يعني ايه التجارة اقول لك التجارة دي هي عملية البيع والشراء تاني يبقى التجارة دي عملية ايه البيع والشراء يعني لما انا بروح السوبر ماركت مثلا واطلب منتج معين يبقى انا كده بعمل ايه بشتري والتاجر بيعمل ايه بيبعلي يبقى التجارة هي عملية البيع والشراء واحنا درسناها قبل كده في سنة 4 وفي سنة 5 تحالوا ندرس مع بعض اولا التجارة في عصر الدولة الاسلامية احنا اتعلمنا قبل كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل بحرفة التجارة ولقب بالصادق الامين وكمان التجار المسلمين تميزوا بالاخلاق الحسنة والاخلاق الحميدة وكانت موجودة الكثير والعديد من المراكز التجارية في الدولة الاسلامية ودي كانت موجودة في مدن كتير جدا زي مدينة جدة في السعودية صنعاء في اليمن والبصرة في العراق والاسكندرية فين؟ في مصر طيب ممكن يجي سؤال مهم جدا يقولك ايه؟ اهمية التجارة في الدولة الاسلامية بما تفسر اذكر السبب لماذا؟ ليه؟ اهمية التجارة في الدولة الاسلامية اقوله التجارة ساهمت بجزء كبير في نشر الاسلام التجارة عملت ايه؟ ساهمت بجزء كبير جدا في نشر الاسلام وكمان بناء الدولة الاسلامية يبقى انا كده في الجزء اللي احنا درسنا دلوقتي عرفت اكتر من حاجة عرفت معنى التجارة وهي عملية البيع والشراء وعرفت كمان اهم المدن اللي كان فيها المراكز التجارية زي مدينة جدة وصنعاء والبصرة والاسكندرية وعرفت كمان اهمية التجارة بالنسبة للدولة الاسلامية اللي هي ايه؟ ان هي اسهمت التجارة في نشر الاسلام وكمان بناء الدولة الاسلامية تعالوا مع بعض نعرف انواع التجارة في الوطن العرب اقولك التجارة بتنقسم الى نوعين تجارة دولية او تجارة خارجية ده نوع النوع التاني تجارة بينية عربية اقولهم تاني بصراء اول نوع اللي هي تجارة دولية او تجارة خارجية تاني نوع اللي هي تجارة بينية عربية تعالوا نعرف يعني ايه التجارة الدولية او الخارجية ايه المقصود بيها؟ اقولك ايه اللي هي الصدرات والواردات بين الدول العربية وباقي دول العالم تاني يعني في صادرات وفي واردات بين الدول العربية وبين مين وبين دول العالم دي اللي هي التجارة الخارجية تاني يبقى إذن التجارة الخارجية هي الصادرات والواردات بين الدول العربية وباقي دول العالم زي مثلا نضرب مثال التجارة بين مصر وفرنسا دي اسمها تجارة خارجية طيب عاوزين نعرف أهم صادرات وواردات الدول العربية نبدأ بصادرات الدول العربية أول حاجة طبعاً إحنا لازم نعرف أن الدول العربية بتصدر الفائد عنها يعني الحاجات الزيادة عنها نعم كده زي مثلاً إيه زي رقم واحد الوقود والمعادن الوقود زي إيه زي البترول والفحم والغاز الطبيعي طب المعادن زي الحديد والفسفات والذهب والحاجات دي إحنا درسناها في التعدين والصناعة رقم اثنين المنتجات الصناعية رقم ثلاثة السلع الزراعية يعني زي الموالح والقطن والفكهة كل الحاجات دي بتصدرها الدول العربية طيب تعالوا نشوف بنستورد إيه يعني الدول العربية بتشتري إيه أقول لك رقم واحد المنتجات الصناعية رقم اثنين السلع الزراعية رقم ثلاثة زي الحبوب بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد تاني نوع من أنواع التجارة اللي هي التجارة البينية العربية إيه الاسم الغريب دو نركز في كلمة إيه في كلمة البينية وليه سموها التجارة البينية العربية أقول لك هي الصادرات والواردات من السلع والخدمات بس إيه بينا ونركز على كلمة إيه بينا الدول العربية يعني التجارة بين الدول العربية وبعضيها زي التجارة بين مصر والسعودية دي دولة عربية ودولة عربية يبقى إحنا هندرس التجارة البينية العربية يبقى نقول لي ايه المقصود بالتجارة البينية العربية أقول لك هي الصادرات والواردات من السلع والخدمات بين الدول العربية تعالوا نشوف معوقات التجارة البينية أو المشكلات اللي بتواجه التجارة البينية العربية أقولك بتتسم التجارة العربية البينية بالضعف ليه ضعيفة؟ ممكن يجي يسأل يقولك بما تفسر تتسم التجارة البينية العربية بالضعف أقوله بسبب رقم واحد التشابه الكبير بين السلع والخدمات اللي بتنتجها الدول العربية يعني بنلاحظ أن في تشابه كبير بين السلع اللي بتنتجها مصر مثلا واللي بتنتجها السعودية تمام كده؟ دي رقم واحد رقم اثنين عدم تنوع الصدرات العربية يعني الصدرات العربية هم اللي بتصدروا هم هم يعني مفيش تنوع في المنتجات اللي بتصدرها الدول العربية رقم ثلاثة ضعف التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة أو الزرع ودي طبعا من ضمن معوقات التجارة رقم أربعة وجود حواجز جمركية بين الدول العربية رقم خمسة تركز التبادل التجاري مع الدول الجوار يعني ايه؟ يعني كل دولة بتتبادل تجاريا مع الدول المجاورة لها زي مثلا مين؟ زي الأمارات والسعودية وعمان دولة بيستحوزوا على تسعين في المية من صادراتهم البينية لمين؟ لدولة البحرين تعيب كل العوامل دي سبب ضعف التجارة العربية البينية ومعوقات التجارة بين الدول العربية تعالوا ندرس مع بعض حبيبي جهود الدول العربية للنهود بالتجارة البينية عملت ايه؟ الدول العربية عشان تنهض بالتجارة بين الدول العربية وبعض أقول لك رقم واحد عملت الدول العربية على تنوع الصادرات وتنميتها وخاصة الصادرات غير النفطية يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الدول العربية بتعمل على تنوع واختلاف الصادرات وكمان بيتنميها وخاصة الصادرات غير النفطية زي مثلا المعدات زي مثلا المنتجات الزرعية رقم اتنين تقليص الجمارك بين الدول العربية يعني الجمارك مش كبيرة ولا أسعارها كبيرة بالنسبة للدول العربية مع بعض دي اسمها ايه؟ تقليص الجمارك بين الدول العربية رقم ثلاثة اقامة المعارض الدائمة أو السنوية وكمان الدعاية للمنتجات العربية يبقى اذا الدول العربية من ضمن جهودها عشان تنهض بالتجارة البينية عملت ايه؟ اقامة المعارض الدائمة أو المعارض السنوية وكمان عملت دعاية للمنتجات ايه؟ العربية رقم اربعة انشاء التجمعات العربية زي ايه مثلا؟ زي اتحاد دول المغرب العربي زي كمان مجلس التعاون لدول الخليج وكمان منطقة التجارة العربية الحرة التي تشمل معظم الدول العربية دي بالنسبة لجهود الدول العربية للنهوض بالتجارة البينية التجارة الالكترونية اقول لك ظهرت التجارة الالكترونية نتيجة التطور التكنولوجي يبقى ممكن ييجي سعال يقولك ايه؟ اذكر النتائج المترتبة على التطور التكنولوجي اقول له ظهور التجارة الالكترونية طيب يعني ايه التجارة الالكترونية او ايه المقصود بها اقولك هي تبادل السلع والخدمات باستخدام شبكة المعلومات الدولية اللي هي الانترنت يبقى ممكن ابيع او اشتري اي حاجة عن طريق التجارة الالكترونية عن طريق الانترنت وانت قاعد فين في البيت طيب عايزين نعرف اهمية التجارة الالكترونية اقولك تتيح امكانية الشراء على نطاق اوسع للشركات والافراد رقم اتنين بتساعد في خفض اسعار السلع والخدمات دي اهمية التجارة ايه الالكترونية يبقى اذا انا مطلوب مني ثلاث حاجات اعرف ظهرت التجارة الالكترونية نتيجة ايه اقوله طبعا التطور التكنولوجي ولازم اعرف ايه مفهوم او ايه المقصود بالتجارة الالكترونية وكمان اهمية التجارة الالكترونية اخيرا حبيبي جهود الدول العربية لدعم التجارة الالكترونية عملت ايه الدول العربية عشان تدعم التجارة الالكترونية اقولك رقم واحد انشأت حاجة اسمها الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي رقم اتنين زيادة منصات التجارة الالكترونية رقم تلاتة بتشجع الدول العربية الشركات العربية اللي بتستخدم التجارة الالكترونية رقم اربعة عملت حاجة اسمها تدابير امنية ليه عشان تمنع اختراق الحسابات المالية للشركات اهمية التجارة التجارة مهمة ايوة مهمة جدا طيب ازاي اقولك رقم واحد ان التجارة بتعزز وتقوي العلاقات بين الدول يعني بتقوي العلاقات بين ايه الدول العربية مع بعض رقم اتنين التجارة تلبي احتياجات السكان من السلع والخدمات يعني السكان ليهم احتياجات سواء كانت سلع او خدمات فالتجارة بتوفر لهم السلع وايه والخدمات اللي هي محتاجينها رقم تلاتة توفر التجارة العملات الاجنبية يعني لما الدول العربية بتصدر للدول الاوروبية الدول الاوروبية بتشتريب بايه بتشتريب العملة الاجنبية فبالتالي التجارة بتوفر العملات الاجنبية رقم اربعة بتضبط التجارة الميزان التجاري للدولة وأخيرا رقم خمسة بتوفر فرص عمل للمواطنين يبقى التجارة من ضمن أهميتها أن هي بتعمل إيه؟ توفر فرص عمل للسكان أو المواطنين بكده حباب قلبي بنتهي من شرح درس التجارة في وطنون العربي بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس تكاسلكم كل جديد